اوتو ديسك ريفت 2026 صدر شهر 4 في السنة الحالية 2025 ودي دايما عادة اوتو ديسك بعد الربع الاول من السنة 2025 يصدر اصدارات 2026 الربع الاول من سنة 2026 ان شاء الله هيصدر اصدارات 2027 احنا نهاردة هنشوف ازاي نقدر نعمل دامل لود ونستول ريفت 2026 بطريقة شرعية تماما وبلايسنز اصلية من اوتو ديسك انا سعيد الشايب وده درس جديد من دروس اكاديمية بيت المهندسين لو اول مرة تشوفني تابعني واعمل شير للفيديو واحفظه عندك عشان اكيد هتحتاجه ويلا نبدأ اول خطوة هنعملها ان احنا نروح على موقع autodesk.com وبعد كده تروح على البرودكت تختار ريفت هيوديك على صفحة الريفت او لو عايز اي بروودكت تاني زي الاوتوكاد او سيفل سريدي او وتيفر السوفتوير اللي انت عايزه تقدر تعمل ده واللود دي free trial ودي بتديك trial 30 يوم بس اما لو لك حساب على موقع autodesk الحساب دوت مرتبط بجامعة او حساب عشان انت بتدرس معنا في فيت المهندسين احنا نفعل لك البرامج بالفعل اثناء الدورات اللي بتدرسها معنا تقدر تروح على الموقع بتاع autodesk وتعمل sign in وفيه فيديو طويل شرحت فيه العملية الخاصة بانشاء حساب وازي تفعل الحساب بتاعك لو انت بتدرس معنا في فيت المهندسين او لو انت بتدرس في جامعة هتعمل حساب بالاميل الخاص بي الجامعة اللي بتدرس بيها وفي الغالي بautodesk بتديك license بيكون موديتها سنة وبيطلوب دوكمنت زي جواب من الجامعة انت بتدرس مدة او كارنيت جامعة او اي دوكمنت هما بيحتاجوه بتجهزو تبعته لهم بيفعلو لك الحساب بتاعك او لو انت بتدرس في جامعة بيطلوبه برضو بعض الريكويرمينت عشان يفتحو لك حساب ان انت طيب انا هاجي هنا مش هدوس على فريت ريال انا عملت ساين ان بالحساب بتاعي هروح على برودكتس اند سيرفيسيز هدوس عليها اما نروح على برودكت اند سيرفيسيز هنلاقي مديني كل البرودكت الخاصة بي اوتو ديسك اقدر اعمل لها داون لود بشكل مباشر فانا هعمل هنا سرش على ريفت وادوس انتر هيجي لي هنا الاختيار ان انا اعمل داون لود لانهي اصدار بالزبط فانا هعمل داون لود لريفت عشرين ستة وعشرين هاختار هنا انستول بعد كده اقول له اكسبت هنحفظ الملف في اللوكيشن باي لوكيشن عندنا على الكمبيوتر وبعد كده لما يخلص الداون لود نروح على شو فولدر وده بالكليك على الملف الانستولر اللي نزلناه دلوقتي الملف دوت مش برنامج الريفت كامل دوت مجرد انستولر يعني لازم تكون متصل بالانترنت اما لو عايز ملفات عشان تعمل اوفلاين انستول عايز تعمل اه يعني تدعمل داون لود للملفات على جهازك اللي هي بنكون حواليه 13 جيجا تقريبا سيبلي كومنت هبعط لك روابط تحميل بشكل مباشر مغير ما تدخل اصلا على موقع اوتلسك هقول هنا يس هنا بيقول لي الريفت لازم يكون عندك على سي مليمم يعني مليمم اربعين جيجا تقريبا فاضيين وانت بتعمل انستول عشان محصلش اي اررل بعد كده هيبدأ يظهر الويندو ديت اللي هي بريبيرنج واتوماتيك هيقول لي ان ان الانستوليشن ده انكلود عشرين ستة عشرين بوينت زيرو بوينت وان ابديت هقول له ماشي هنا الانستوليشن بتاعك او التحميل بتاع البرنامج ده او التسطيب يعني هيروح فين هيروح في السي بروغرام فايلز اوتو ديسك لو عندك السي مش مفهوش مساحة كفاية ممكن تختار اي لوكيشن تاني اما اللايبرريز او الفاميليز اللي احنا بنشتغل بيها اثناء العمل على مشاريع الريفت هتروح في السي بروغرام داتا مش بروغرام فايلز بروغرام داتا اوتو ديسك ااري بيتي عشرين ستة وعشرين هقول له دلوقتي انستول بيبدأ يعمل انستول وطبعا زي ما اتفقنا الانستول ده هو من على الانترنت بشكل مباشر فلازم تكون متصفل بالانترنت اثناء السيتوب طبعا العملية دي بتاخد وقت فلازم يكون عندك صبر يعني ما تعملش او تحاول تقفل البرنامج او تقول ان هو كده هنج لا هو بياخد وقت لان احنا بنحمل من على الانترنت بشكل مباشر وبرنامج كبير فكلما سرعة الانترنت عندك تبقى اسرع كلما السيتوب ديت هتبقى عملية تاخد وقت ايه اقل في السيتوب طيب تمام جدا احنا كده خلصنا السيتوب هنقول له هنا ستارت ولو طلب منك تعمل ريستارت الكمبيوتر بتاعك اعمل ريستارت وكمل يعني بالشكل ده احنا عملنا سيتوب محتاج بس تعمل ساين ان طبعا انا كنت عامل ساين ان قبل كده على اصدار تاني فانت محتاج هنا تعمل ساين ان واوتوماتيك يا اما هيديك تلاتين يوم تريل يا اما هيفعل لك اا يعمل لك اكتيبيشن على حسب المعهد بتاعك او لو بتدرس معنا في فيتر مهندسين اوتوماتيك هتلاقيه يتفاعل خلال فترة دراستك معينا يعني طيب الحاجة الاخيرة بقى بصنا لو جيت مثلا فتحت اي مشروع اي مشروع وليكن سامبل فايل موجود وبعد كده نشوف او بتاعت الريفت هل هي كلها تعمل لها داونلود ولا لا انا لو رحت على الفولدر اللي كان ظاهر قدامنا في اول اللي هو كان موجود في السي برو جرام داتا اا اوتو ديسك ار في تي عشرين ستة وعشرين انا هفتح كده هنروح على السي هو ملاف اا فولدر مخفي يعني فممكن نظهره اا اما تعمله شوية اما تكتبه على طول يعني تعمل سي هنا بعد كده تكتب برو جرام برو جرام داتا كلمة واحدة وبعد كده اوتو ديسك هي ظهرت وتروح على ار في تي عشرين ستة وعشرين شوف كده الحجم بتاع الفولدر ده ده دوس على برو بيرتس هتلاقي الحجم اتنين جيجا ونص اتنين جيجا ونص فمعنى كده ان هو اسناء الستة بعمل دا واللود دي المختلفة يعني مثلا هنا في الانجليش مثلا الحجم قد ايه اا تلاتين ميجا يعني هو ما عملش دا واللود لكل عمل دا واللود لبعض اللايبرز الطبيعي ان الفولدر ده اللي هو الانجليش دا والانجليش امبريال كل واحد يبقى حوالي اثنين جيجا تقريبا فده تلاتة وعشرين ميجا واللي اا بعده اللي هو الانجليش ودول اكتر او اكتر اللايبرز بنحتاجهم في الشغل دا تلاتين ميجا فكده انا عندي اللايبرز ناصب عندك بقى حلين يا اما انت شغال في المشروع تروح عالانسرت بكات قلو لود اوتو ديسك فاميلي وبالشكل دا انت لازم تكون عامل حاجتين يعني تكون ساين ان لازم تكون عامل ساين ان الحاجات التانية يكون متصل بالانترنت ليه لان انا معاوز احمل فاميلي زي ديك ولي اكم مسلا عايز اجيب اا مسلا اا اا اير تيرمينل مسلا بيجيب لي اشكال مختلفة من اير تيرمينلز اللي عايز احملهم في المشروع ممكن اعمل كده سيليكت على اللي انا محتاجه منهم ما كده اقول له لود يبقى انا لازم يكون عامل ساين ان لازم يكون عامل اتصال بالانترنت طيب لو انا عايز اشتغل اوفلاين مش عايز اكون متصل بالانترنت الحل التاني انت تعمل دا واللود ليه اا اا فولدر دا وتسطابه يعني تعمل له سيطاب وده اللي هنشوفه حالا دلوقتي مع بعض طيب الحل التاني ايه الحل ان انا لو ما عندش انترنت ومش عايز ابقى اعمل ساين ان او انا في مكان ما فيوش انترنت فحتى لو عملت ساين ان ممكن اوتوماتيك اعمل ساين اوت الحل ان احنا نعمل دا واللود ليه الكنتنت اا لايبري ونعمل لها سيطا نعمل لها دا واللود منين هتروح برضو على حسابك في اوتو ديسك وتدوس على فيو ديتيلز بعد كده هنيجي نختار الاصدار بتاعنا اللي هو عشرين ستة وعشرين ونختار هتلاقي هنا اا دا واللود لينكس بشكل مباشر اا زي ما اتفقنا لو مش عارف تجيب اا الصفحة ديت او ما عندكش اكسس على اوتو ديسك او او ايه الكيس بتاعتك يعني ممكن تسيب لي اا كومنت وهبعث لك رابط داونلود بشكل مباشر بعيد يعني عن اوتو ديسك خالص يعني اا طيب انا عايز احمل ايه هاجي هنا مسلا ولي اكون اا الفامريز بتاعت يو اس امبريال عايز احمل اا يو اس امبريال انترناشنال انجليش انجليش كونتنت دي هعمل لها داونلود هنا هلاقي اوتوماتيك بدأ داونلود عايزين احنا بقى الانجليش عايزين برضو اليو كي تمام هقول له برضو يو كي داونلود يو كي اا انجليش كونتنت في عندنا اا ايه تاني ممكن نحمله يعني ممكن بقى على حسب الدولة بس يعني دول هما في الغالب اللي بتبقى محتاج هم اا اللي هو الانجليش يو اس اا انجليش كونتنت ديت ويو كي انجليش كونتنت دول في الغالب اللي بنشتغل بيهم يعني مجرد ما يخلص الداونلود هنعمل لهم سيتب وبعد كده نشوف اا الفولدرز اللي هي كانت انجليش وانجليش امبريال بقى السايز بتاعهم كامل هننتظر بس الداونلود يخلص ونكمل مع بعض طيب تمام مجرد ما خلصنا الداونلود عندنا ملفين اهو اتاول حاجة نعملها لازم نقفل الربت ما يبقاش مفتوح اثناء السايزة وهنيجي على اول ملف اللي هو اا اللي هو كان الانجليش كونتنت دابل كليك عليه مجرد ما اعمل اكستراكت هو اوتوماتيك بيعمل ديتريكتر اللوكيشن اا او بيروح على الديفولد اللوكيشن اللي فيه الكونتنت وبيعمل اضافة ليه الملفات ديت جوه اللي هو الارف تي عشرين ستة وعشرين نقول له انستول بفروض ده ما يطولش لانه هو مش بيعمل ده واللود من على الانترنت زي كانت اول خطوة هو بس بيعمل مجرد انستول مش اكتر طيب هو كده خلاص خلص خلص الانستول هندوس فانيش دلوقتي ونعمل نفس الموضوع في الملف التاني هنقول له هنا فانيش والملف التاني اللي عملنا له انستول او اللي عملت انستول اكتر من ليبرري هتعمل نفس الخطوات بالزبط يعني برضو دابل كليك بعد كده انستول وفانيش طيب تمام جدا ده كمان خلص هندوس فانيش نرجع بقى للفولدر اللي هو الخاص بالليبرريز رايت كليك ونقول له هنا بروبيرتس كده هتلاقي ده حجمه اربعة وتسعة جيجا بايت طيب هندوس ريفرش لو تفتكروا الفولدر ده كان تلاتة وعشرين ميجا اصبح اثنين جيجا وتسعة من عشرة حوالي تلاتة جيجا وفولدر ده كان تلاتة وعشرين ميجا اصبح كام اصبح حوالي اثنين جيجا تقريبا ده كان تلاتة وتلاتين او حاجة كده المهم يعني فدول بقوا خلاص كل الكونتنت اللي احنا حملناها اصبحت بواحدة لما نجي نفتح دلوقات الريفت تاني ريفت عشرين ستة وعشرين لما نفتحه تاني ريفت لده الحقيقة انا مش محتاج اعمل داونلود للايبرريز اثناء شغلي على المشروع كل علي ان انا لو جيت مثلا قلت له نيو كده وروحنا على الانسرت تاب بقيتها قلت له لود فاميلي هيفتح لي الفولدر بتاع الفاميليز اللي هو موجود في السي بروجرام داتا اوتو ديسك ار بي تي عشرين ستة وعشرين لايبرريز امبريال يو اس لما تدخل هتلاقي كل اللايبرريز موجودة هتقدر تحمل اي لايبرري على حسب المشروع بتاعك او الشغل بتاعك او اللايبرري اللي انت محتاجها في المشروع اتمنى الفيديو يكون كمفيد اعملوا سيف للفيديو عندك عشان خطوات طويلة تقدر ترجع له في اي وقت واعمل له شير ونشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله ما تنسوش تعملوا سابسكرايب وتفعلوا زر الجرز عشان يوصلكوا اي فيديو جديد مننا وبقرر تاني لو عندك مشكلة في الدخول على موقع اوتو ديسك اكتب لي كومنت هبعط لك روابط تحميل بشكل مباشر لكل حاجة انا شرحتها في الفيديو شوفكم على خير